مش نحكي حكاية واسع بيلكم معاي مش تعرفوا الهدف من بعث والاشراف والحرص على اني نعمل قناة لا هي بالرياضة عموما وبالتينيس خوش وصرا اكيد برش عبيد اللي منجيلي ربما بشي فهموني اكثر الوقت اللي احنا صغار كانت عنا كان الريون بحطه فلونتانك الكسكاس وكذا ثماشي ما نخطفه شوية قنوات طليانية اخرى وقته في الوقت الذكر كي جي ومبلودون ولا رولونغاروس يعدونا شوية مت شوية سورتو ومبلودون بعد دخلة فرانس 2 من اللول بمسمها انتان 2 بتبعه الواقب ودورة رولونغاروس من اولها الاخير ها سي نورمال في الفترة هذيكه اول ما اكتشفت التينيس عام 83 دورة رولونغاروس اللي فاز بها يانيك نوان والجانب المبهر في اللعب منطع يانيك نوان وقتها والكل اللي بتكرها ما خلتني شانابارك خلت برشة برشة تونسي تغرموا بالتينيس وحبوا التينيس وقتها عمري تقريب 14 وقتها حبيت التينيس ودخل بترانا فيه نتذكروا انه في الفترة ذيكه زادة من عرش بعدها بالضبط عام عمين والله ميش مفبت الماتش الشهير ما بين لندل و ماكرو وقتها ماكرو ربح دو ساتة زيرو ويرجع عليها ايفان لندل ويفق له الطرح فريمو معنتها بريود استثنائية بجميع المقاييس خلت برشة تونسي في الفترة ذيكه يحبوا التينيس ومبعد جاء بوليس بيكير في دور توم بلودون بعدها بشوية زادة كلهم في الفترة ذيكه لازاني كتربانت كات سانك سيس في الزونة ذيكه وبوليس بيكير وكل لعب الهجومي متاعه وكل نوعية اللعب متاعه سيرف اند فولي فريمو عشقنا هالتينيس وقتها وبرشة تونسي ولو يحب ذو التينيس حتى على الفوتبول في الفترة ذيك وبرشة عباد دخلت تترنف التينيس في الفترة هذيك وعام تسعة وثمانين لكانت تذكروا مايكل تشونغ وقت اللي في الوتيام دو فينال لكان منشغال ضد ايفان لندل ماتش ويفان لندل وقتاني ميرو امان ديك كيفاش وقته جاء وماتش 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 طفو مايكل تشونغ ها شعمل مشاء وقف الداخل داخل طفو في households وهذا الشقايت بشأنه يجب أن نستعردت الغد أعجب أن يتعرد ادخل في القرار أنا من بينه بالطبيعة كما قلت لكم تخلت حتى نترينة التينيس ومن وقتها وليت نتبع في التينيس وهي والفوت لي دو سبور بريفيري بالنسبة لي ومرتي شايف التينيس من الوقت دونك واحد بعد قربة ثلاثين سنة ولا حتى أكثر وهو يتبع في التينيس إضافة كونه براتيكيته في قطم الأوقات ونعرف ذاك اللي ربما يخليني نعرف برشا حاجات فنية بالنسبة للتينيس لكن الشاي اللي خليني فريمان نبعث الشيء من هدايا الفترة هذي الكل اللي أنا نتبع في التينيس ونتمنى في نهار من هارات يجي وتوجد لاعب تونسي ويزاحم ويلعب مع العكري ويدخل لتورنوع كوميتان لاندي فافوري ووقت اللي يلعب نبدو حاطين الربحة معاها أكثر من الإخسارة جات سليم أسفر قلنا مصحيحة عملت ولعبت ووصلت وصلت المراتب متقدمة كما توا مصحيحة مصحيحة لكن باقي ما وصلتش برميل أحسن في العالم وبعدها جاء الجزيري وعمل وعمل كاريير ممتاز جدا لكن باقي شاير باقي كونه عندك جوار تونسي ويوصل أعلى المراتب يعني التوب تان ولا أكثر حتى من التوب تان وينافس بشكل حقيقي فاللي تورنوع الكبار وصلنا لوش وقاعدة أمنيا ونستنو في نهار اللي نراه ولاعب تونسي في كل مستوى ذاك اللي نجات أنز جاب وبدأت البوادر متاحها تظهر من مانيش بش نقول 2011 وقت اللي هزت تيتر رولون كارل جينيار أما فعليا فعليا دوميل ديزناف فالحقيقة من دوميل ديزناف خطر وبرشة لاعبات هزوا تيتر جينيار ومبعد ما وصلوش أما من دوميل ديزناف دا يظهر لأنز جابر بشتوصل أكيد أكيد بشتوصل في وقت ملوقات برمية على أقل ديزان فالتوب تان فعلا ندا كاشتا داك وقت اللي نهارت اللي يصل عنا جوار تونسي في مستوى هذا يلزمنا الناس كل نقفه والناس كل نشجعه والناس كل نسانده بشتوطة في نورمال الآن يظهر اللي هي مسألة مفروغ منع داك وقت اللي عملت الشانة ذي بهدفه أن نشجع ونساهم في كونه نقفه مع وأنز جابر اللي تمثل الرياضة اللي أنا محبها برشة اللي هي رياضة التنس اللي تمثل تونس في الرياضة هذية واللي صعيب بشتتكرر على الأقل في المدى القريب اسم كيف كيف أنز جابر ينجم يشرفنا بأتم معنى الكلمة الاكستريار جايوني برشة دي كومنتير واضح وأنه مش في بالهم اللي أنا صحافي محترف واذا هي خدمتي لأنك حبيت حبيت نوضح النقطة هذية ونرفع أي التباس أولا بالطبع أنا راني مانيش صحافي وعمري ما ادعيت واني صحافي بالنسبة لي الرياضة هي هواية حتى وقت اللي جاي براتيكي السبار براتيكوليار مانتينيس والفوت والمهنة اللي متاعي راني أستاذ الرياضيات ومانيش صحافي عليش قاعد نقول في الكلام هذا لاحظت في كومنتير وكتكررت المسألة ذي أكثر من مرة اللي ماش في بينهم كما قلت واني أنا صحافي محترف ودونك فما شكون بداي يحكيلي على بعض المسائل التقنية والفنية اللي تخص الصحاف دونك مرة أخرى نعود نقول احنا القناة متاعنا هي قناة تشجيع لونس جابر دونك أنا جو سيزان سيبورتر سين مغروميا سير بالتينيس ومشجع بكل ما في وسعي كل من يمثل تونس ويشرف تونس دونك انس جابر خذت بطرفي المجد وانها أولا مثلت وشرف تونس كابها ما يكون وثانيا في رياضيين اللي أنا نحبها برشة 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 دونك عملت الشانة ذي وش نعبر بها عالشغاف في متاع الرياضة التينيس مرة أخرى نقول ولا الرياضيين التونس الكل ولي تمثلهم انس جابر دونك فنالما انا هنا في الشان واحد من المشجعين بجوست الفرق معايا ميكرو ونعبر على صوتكم ونعبر على اللي تخموا فيه ولي تقولوا فيه ما بين بعادكم ربما وذك عليش أنا دي ما نقول هل عندكم اي حاجة تحبوا نحكيو فيها ولا اي معلومة ولا قولولي قولولي بحطولي في الكومنتر ما حتى مشكلة لان راني معتبر وانو ام بورت بارول لكل المشجعين متاع الاسبورتيف تونيزيين عموما متاع التنس ومتاع انس جابر خصوصا دونك دونك ديزان واني البرت بارول متاعكم طو سمبلمت ولا هذيش حابيت نقول لكم في الفيديو هذا الى اللقاء موسيقى